تحية جددا لكل أحباب صباحا الشروك في كل مكان نحن متواصل معكم من خلال فقراتنا وموضوعاتنا المختلفة والموضوع اللي فارض نفسه في الساحة جائحة كورونا ربنا يرفع الوباء والبلاء من كل العالم من السودان ويشفي كل المرضى ويرحب كل المتوفيين بجائحة كورونا وكثير من المبادرات ظهرت أفره هذه الجائحة لأتباع السلوك الصحيح لمجابعة هذا الوباء واحدة من هذه المبادرات الطيبة والمبادرات الاجتماعية حملة يدينا للبلد لمكافحة جائحة كورونا سعادة جدا ينطلق هنا داخل الاستوديو الباش مهندس يازر صبير هو مرسل حملة يدينا للبلد وعضو مشارك باللجنة العلية للطواري الصحية وأيضا السكريكير العام لربطة المهندسين السودانيين بدولة قطر أهلا وسهلا مرحبا بكم شكوري للاستضافة أول حيب نزعب بالتزام والكمامة الله يبارك فيك مستوظمي لابس لكم فوق الثلاثة شهور يعني إلا في الأوقات اللاكل والشراب والنوم كلنا سلبيت مقتزمين معظمون معظمون الحمد لله الالتزام صعب لأجيب والله الالتزام صعب لكن واجب يعني ده جزء من الحملة ذاتة القاملة بيها يعني إن شاء الله جزء من التوعية لشعبنا ولوطننا الحبيب جميل طيب نتعرف من خلالك على الحملة مدلولات حملة إيدينا للبلد الفكرة منها والأهداف أيضا جدا حملة إيدينا للبلد نهضت من الروابط السودانية المهنية ورابط المرأة السودانية سوا في دولة قطر من مارس من اجتداد الكارثة في العالم معموما وفي البداية خلينا نقول ربا يزيل البلع عن البلاد الله ربنا قريبا إن شاء الله فبدت الروابط ورابطة المرأة السودانية بالتعاون مع قطر الخيرية وتحت رعاية السفارة السودانية بفكرة المبادرة خلينا نقول الحمد لله استمرت ولقد قبول كبير وقدرنا من خلالا نتوفق في تجهيز وشراء مدات كثيرة وصل الصباح اليوم لمطار الخرطوم ممتاز برضو دي جهود مغدرة وكونوا تكون في مبادرات زي دي تدعم هذه الوباء ونفتكر دي حاجة إيجابية يعني كل ناس في حتة لو عملوا مبادرات زي دي أنا بفتكر أنه بكون في وعي كامل وشامل بغطة كل السودان وكل العالم نتكلم عن الجهات المنظمة الأول منظمة لهذه المبادرة ويعني هل في برضو مع شراكات والتي هي جهة وحدة في الحقيقة هي شراكات وشراكات طيبة جدا الحمد لله ما كل حاجة في الدنيا عندنا الإيجابي والسلبي فالحاجات السلبية في الجائحة اللي هو المرض زاد وربا يحمينا جميعا والإيجابي اللي هو روح المشاركة والتكاتف بين الجميع والشراكات اللي حصلت ففيها زي أربع خمسة جهات اللي هي الروابط المهنية السودانية بدولة قطر ورابط المرأة السودانية السوا قطر الخيرية مشكورين جزيلا على تعاونهم على رعايتهم للحملة وبرضو عندنا تعاون مع السفارة السودانية في دولة قطر وفي السائحة ديا والوقت دا ما أنسى نشكر قطر شعبا وحكومة على سماح لنا بالقيام بالحملة في الدوحة ومشاركاتهم ومساندتهم لنا المستمرة وما غريبة عليهم لأننا الشعبين والبلدين متواصلين بصلة أزلية الحمد لله بالإضافة لليونسيف كانوا مشاركين معنا في الحملة ديا وفي أخونا أستاذ محمد زيادة مدير التنفيذي لمجموعة شركة زاد جزاه الله كله خير عنا بطبروم السخي القام به ومستمر بالقام به جميل كل هذا المجهود يحتاج لقدر كبير جدا من التنسيق والتشميك مع الجهات ذات الصلة في الخرطوم هنا فورينا كيف كان التنسيق دا الحمد لله في الشهور الفاتد دي أنا من الناس البسافر كثير فقفلة المطارات دي أدت وكيد زاد ونشتغل فيه زيادة عندنا جهود تطوعية كثيرة في السنتين الفاتد دي مع الوزارات المختلفة ومع رئاسة منجس الوزراء وغيره كله عمل تطوري فبالنسبة للجائحة دي أول مستلزمات كان في تنسيق كامل مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومع طبعا وزارة الصحة الاتحادية في تحديد الأولويات ونوعيتها وتأكد من سلامتها وعلى ضوها قمنا بتنسيق مع قطر الخيرية كما ذكرنا وتم بعد ذلك شراء المستلزمات من الصين وشحنت الحمد لله بعدها ووصلت الحمد لله ممتاز نحن الآن على الشاشة إحسام أكيد كما توضح الصور يعني نعم 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 وصلت صباح اليوم سبعة صباحا الشحنة محمد لله وتم تسليمه لوزارة الصحة هذا الصباح نعم ممتاز نعم برضو في صورة آخر على الشاشة دا كان الحضور صباح هذا اليوم كان فيه سيد طلال العنزي ممثل من السفارة القطرية كان فيه سيد حسين كرماش ممثل عن قطر الخيرية وبالطبع سيد الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة وسيد عباس فضل الله مفوضية العون الإنساني ممتاز وشخص ضعيف ممثلا للروابط ورابطة المرأة نعم يعني هي مبادرة واليونسيف عقود يعني حتى المرأة يندفع حضوكما إن شاء الله فبرضو حقه في ليلة كان موقفه صعب لأنه بمثل الروابط ورابطة المرأة خير التمثيل لحقيق خير التمثيل خير التمثيل الله يسلم طيب أنا يعني حقف في المبادرة يدينا للبلد والمهام اللي تقوم بها غير التوعية شنو يعني؟ نعم ونحن لازم نخضح للمشاهد إنه قويندهم أدوار نحن نركزنا في الحقيقة على المستلزمات والـ الـ 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 والكمامات ونحمي جيشنا الأبيض في البداية قبل المواطنين هذا تركيزنا الأساسي وعلى ضغو الحمد لله تمكننا زي ما ذكرنا بالتنسيغ مع وزارة الصحة من شراء مستلزمات فاقت السبعة طن في وزنها صباح اليوم بتكلفة أكثر من 2 مليون ريال كلها من خلينا سميها الدبلوماسية الشعبية الحمد لله ممتاز جابي طيب نحن طالما كان الجيش الأبيض هو في مقدمة الناس التي تعزين تحمهم حنشوف فيديو صغير على الجيش الأبيض ونعود بنتواصل في هذا الحوار والحديث مدينة وهان الصينية الذي يسكن حوالي 12 مليون نسمة خالية بعد تطبيق الحظر الكامل في يناير 2020 لكن كده نرجع بالحكاية شهرين لبره مع ظهر حالات كثيرة مصابة بالتهاب رئة وغير معروفة السبب كل مؤشرات التقصي كانت بتؤدي ليسوب محلي للمأكبولات البحرية إلى أن حسم الجدل وبشكل قاطع يوم 26 ديسمبر بعد ما حددت نتيجة اختبار عينة أخذت من رجل ستيني كان اترسلت قبلها بيومين من مستشفوهان المركزي لمعمل في مدينة كوانزو إنها مصابة ببيروس سمي لاحقا باسم كارونا المستجد لكن في الوقت ده وعلى طريقة نهاية فيلم كوكب القروض الشهير بدأ البيروس يتفشى بسرعة وبشكل واسح حول العالم بداية من تايلند واليابان ومنها إلى أستراليا وغرب آسيا وأوروبا وصولا إلى الأمريكتين حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المرض كوباء عالمي وبدأت إجراءات صارمة حول العالم زي أغلاق دور العبادة والحدود بين الدول وعلقت الرحلات الجوية والأنشطة الرياضية في يوم 13 مارس أعلن وزير الصح السوداني دكتور أكرم عن أول حالة إصابة في السودان بعد الجدل كان حاصل لصاحب نتيجة الإختبار أصحرت هذه الفحوصات اللاحقة بحلول الساعة الثامنة والنصف مساء أمس أن هذا المتوفي صبر الوفاة كان هو فيروس الكورونا المستجد خلال الأزمة برس دور الكوادر الصحية الجيش الأبيض بشكل مقدر متقدمين الصفوف الأمامية في مواجهة هذا العدو الخفي وبرز أيضاً أهمية دور الكوادر المختبرات الطبية من خلال اختبار البي سي آر اللي بيحدد بشكل قاطع الإصابة بالفيروس من عدمه وفي الفيديو ده بنقدم وصف تعريفي لمراحل الاختبار سواء قبل أو أثناء أو بعد إجرائه مرحلة ما قبل الاختبار أو البري أناليتيكل بتشمل أخذ العين ونقلها للمختبر الرئيسي معروف إنه أعلى نسبة أخطاء بتحصل فيها يجب لبس وسائل الحماية الشخصية الكاملة بشكل صارم في البداية ومن ثم أخذ عينتين سواب عن طريق مسحة الأنف والتاني للحلق وبعدها بنضعهم الاتنين في نفس الأنبوب الحافظ اللي بيحتوي على مادة الميديا ثم تغلق بشكل شديد الإحكام مع وجود بيانات المريض كاملة عليها وبعدها تنقل لمختبر الفيروسيق وعشان نعرف أكثر عن الخطوات المتبعة في عملية نقل العينة سألنا لنا أسهري عبيض الله أخصائية إدارة المخاطر وسلامة المرضى خريجة مختبرات كامعة الأهلية محمد الله وإياكم مشاهدينا من كورونا وربنا يرفع الوباء والبلاء وبنرحل مرة تانية بألفاش مهندس ياسر سيبير منسق حملة أيدينا للبلد حضوركم معنا عبر حظ الصباح ممكن نعلق سريعا على هذا الفيديو تفاصيل كثيرة مهمة بستفيد منها المشاهد الحمد لله هي طبعا الجيش الأول هو الجيش الأبيض والحمد لله الحملة مما قمنا ندعم الجيش الأبيض والكوادر الصحية والطبية حسب الوليات الوضعات ووزارة الصحة وبعدها ندعم ونحمي بقية الشعب إن شاء الله بيقوموا بعمل كبير جدا وفي واجهة يعني هما في الواجهة زي ما بقولوا طبقه طبعا مينة الإنسانية ويتكلم عن الجيش يا حسام ما فقط الأطباء يعني هي منظومة الحقل الطبي نعم ربنا إن شاء الله يعينهم وربنا يحويهم وإحنا يمكن الحاجة اللي بنقدر نساعد بها موضوع التوعية كلنا كأشخاص من اتزام شخصي نخفف إنها التباعد المصدوب التقليل من التجمعات الكبيرة في المناسبات ودي طبعا هي صعبة علينا كشعب السوداني لأنه بطبيعتنا شعب اجتماعي صحيح نعم نحنا شعب اجتماعي وفي طار التوعية خلينا نشوف برضو مادة توعوية وفيديو ونعود من التواصل تعلن على استمرار حملة إدانة للبلد لدرئي جائحة كورونا في حساب الحملة ببنك قطر الوطني علشان صحة أهل وأهلك ساهموا تبرع لتنقذ وطنك تبرع على حساب الحملة ببنك قطر الوطني علشان صحة أهل وأهلك ساهموا تبرع لتنقذ وطنك موسيقى في إطار جهود حملة مكافحة جائحة كورونا التي ينظمها تجمع الروابط المهنية ورابط المرأة السودانية سوا بتولة قطر تحت شعر إدين للبلد كانت قد طرحت لجنة الأعلام والتعبئة مسابقة لاختيار أفضل كليب من إنتاج أبناء السودانيين المقيمين بقطر وهذه لقطات من جميع المشاركات أحب عليكم أفضل طريقة تحكموا بينها نفسكم من الكورونا أفضل الإنام الماء أفضل جديدين من 40 ثانية مرفض أمامة بندس سعاد يا بابا يا بابا لو أنت مقترد ططلق ما تحسى تلبس الكمامة عشانك وعشان أهلك عشان السودان خليك في المد وعشان أهلك عشان السودان يجب أن تكون مكافحة في 2 مم كورونا ما لها أمامة نتوجه بالشكر الجزيل لكل الأطفال وذويهم الذين ساهموا في دعم الحملة وكذلك في التوعية الوطنية في ظل هذه الظروف كما وقد أبرزت تلك المشاركات مواهب أبنائنا وعكست محبتهم العميقة للوطن السوداني ويا ريت نخلي دايما إيديننا للبلد إيديننا ويا بيديننا ويا بيدين أفكار كبيرة جدا للتوعية يمكن ودي بادرة طيبة برضو إنكم تشكوا مع التربير الصغار بدولة قطر في شكل توعية وتكون رسالة منهم في أشكال كبيرة جدا تترجى أيضا مواهبهم نعم الحقيقة كان الصغار يعني كأطفال وكوالدينهم وإخوانهم وإخواتهم زيادة للتوعية في بيوتهم وجيرانهم وهلهم ونساعد في التوعية حتى في البلد العاشين فيها بلدنا الثاني دولة قطر ومرات لما تجيك الرسالة من شخص قريب منك برضو بكون ليها وقعة عندها أثر أكبر وأثر أكبر ممتاز يعني أنا شايف فيه مشاركات للأطفال وكده فالتدريد بالتأكد بيأخذ مجهود في الحملات الزيدي نعم والمبادرات الزيدي كيف تم التدريب الحمد لله افتكر تنوع الروابط ساعة في الأشياء دي لأنه الحمد لله الروابط من كل الجهات المهنية وفي وعي كامل الحمد لله في الروابط المهنية السودانية بدولة قطر فكانت التدريب أقدر أقول ما أخذ جهدي كبير الحمد لله وده كان بفضل الله إنه الوعي مستوى الوعي عند العواعد وعند فالم كبير جدا فده ساعد في إنشاءه وفي إخراجه بسرعة وفي نفس الوقت يعني برضو محاولين زي ما ذكرت نساعد في البلد اللي برضو بلدنا التانية اللي هي دولة قطر عايشين فيها وفي الحمد لله يعني احترام مشترك وتبادل صلاة وعلاقات أزلية بين الشعبين الحمد لله الحمد لله طيب باش مهانديسي ياسير المهمة الأولى بالنسبة لكم اللي انتو وضعتوها هو الدور الكبير في المقام الأول هو حماية الجيش الأضيط بكل ما تستطيعون أن تقوموا به معدات كثيرة جدا للحماية ذكرت الآن يعني كذا الطن هو الآن وصل الصباح اليوم والحية دي ما شاء الله شكيله ماشي طوالي الآن الموقف مع شكل الإصابات مع شكل التغارير اليومي اللي بنتابعة حالة الشباء هل في حماية كافية؟ هل أنتو محتاجين لمزيد من المعدات؟ في موضوع المعدات يعني شغالين في حيات جاية تاني ولا لا الكمية اللي انتو جات شايفة كفاية ففي متابعة زيدي ولا لا؟ والله افتكر أي كمية تجي بالساعد الحمد لله وصلت الليلة يعني مئات العلاف من اللي خلينا نسميها الموقيات من الكمامات وانتيات وغير وكده محتاجين زيادة بالتأكيد وشغالين على زيادة أفتكر الكمية بتقل بزيادة الوعي بتاعنا كلما الوعينا يزيد وتباعدنا والتزامنا بالإجراءات تزيد أفتكر إن شاء الله الكميات تقل والجائحة يعني نبدأ نتعايش معها بصورة أفضل فإن شاء الله أمن كبير في الأسابيع القادمة لزيادة من المعونات ومن المستلزمات الطبية خلينا نسميها إن شاء الله سؤال أخير وإحنا بنقتم بها الفغرة دي الله يبارك برضو كيف يتم التنسيق هنا في الخرطوم يعني برضو لابن تقول تدي صبعة لشنزات التوزيعكم للحدات المفروض فعلا تكون هي محتاية ده سؤال جميل لأنه من البداية العمل كان مع وزارة الصحة يعني وزارة الصحة هي حددت الأشياء الضرورية وفي أشياء الحمد لله كثيرة محتاجين لها لكن يعني أولوية الأولويات وحددنا الكميات على ضوءها الليلة كانوا موجودين طبعا في استقبال الشحنة الصباح بتم ترحيل الشحنة دي لإمدادات الطبية بيستلم القائمة بتاعة الأشياء اللي استلموها وهم داخليا في الوزارة الاتحادية شايفين طبعا الولايات المختلفة والاحتياجات المختلفة والمستشفيات وعدد الناس وكذا فعملين هم ترتيب في خلينا نسميها توزيع وتكسيم الكميات الوصلة بعدها هم بيسلموها لكل ولاية والملاية بتسلم للمستشفيات والمراكز الطبية المحاولين نفع إليه إن شاء الله باش مهندس سياسير صبير مونسق حملة إيدانا للبلد وعضو مشارك باللجنة العليا للطوارث الصحية والسكرية العام لرابطة المهندسين السودانين بغطر شكرا لك ولحضورك الأنيق بيرنا في صباح الشروط ألف شكرا لكم للاستضافة مرة أخرى وفرص السعيدة شكرا إيدانا للبلد هي هذه الأيضاء الأيادي الويضاء الممدودة لفعل الخير شكرا شكرا اشتركوا في القناة